اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بفرض حالة الطوارئ وحظر التجوال وتأمين المنشآت وإقلاق الجامعة اشتركوا في القناة على اطلاق الرصاص واضاف والي وسط دارفور اديب عبد الرحمن في هذا الخصوص طبعا القوات محتاجة برد التوعية في مجال اطلاق الرصاص ممكن يبلغ الرصاص في حالات الدفاع في حالات الدفاع عن النفس في حالات الدفاع عن المنشآت الحكومية لابد من انه تحصل طوعية من جانب من جانب آخر لابد من انه يحصل طوعية كاملة بالنسبة للمظاهرين لانه مثلا دي امالة الحكومة دي الملكية للشعب فوقع انه الشعب دي مهم وبروري في انه يتعرف على انه المنشآت الحكومية دي ملوكة بالنسبة لهم ما يصلوا لموضوع الاعتداء اللي بجبر القوات النظامية في انه يطلع الرصاص طبعا دي اطلاق الرصاص بتحصل في حالات الدفاع عن النفس وفي حالات لها تقديراتها بالنسبة لنا وحول اغلاق الجامعة النفى والي الولاية الدكتور اديب عبد الرحمن مسئولية الحكومة عن امهال الطلاب 48 ساعة لاخلاء الداخليات موضح ان القرار فني ومتروك للجهات المختصة واعلن الدكتور اديب في مقابلة مع راديو دبنقا تفهمه لرد فعل الطلاب على اقلاق الجامعة مشير الى جلوسه مع مدير الجامعة ومعظم اعضاء مجلس الجامعة اثناء زيارتهم مقر الامانة للوقوف على الدمار والخراب وقال ان مطالب طلاب جامعة زالنجي بتوفير المياه والكهرباء في الداخليات وفتح البوابة مشروعة وهي من اختصاص صندوق رعاية الطلاب وبشأن المصابين قال اديب ان ثلاثة من المصابين خرجوا من المستشفى بعد تنظيف جروحهم بينما نقل المصاب الرابع الى مستشفى نيالة واضاف والي وسط دارفور في هذا الخصوص احنا قرارنا اقلاق الجامعة هذا الحاجات الهدارية التانية سوى كان الصندوق ولا سوى كان الجامعة هم بقرروها لكن احنا واحد من قرارات لجنة امنة هي اقلاق الجامعة لغرضين الغرض الاول اللي هو استيباب الامن والغرض الاخر ترتيب الخدمات الوضع الخدمي والاداري بالنسبة للجامعة حتى انه الفترة المحددة لها تكون كفيلة من الطلاب وحول ما تعرضت له امانة الحكومة ادان والي وسط دارفور الخراب والدمار الذي طال جميع مكاتب الامانة المتمثلة في تدمير المستندات وتكسير الاثاث وحرق جزء من المكاتب وحرق العربات وتهشيم القزاز واشاد بتقاطر الشعبيين والرسميين من جميع الفئات والشرائح للمساهمة في نظافة وصيانة الامانة مشير الى اكتمال اعمال الصيانة وتبقة الاثاثات واضاف والي وسط دارفور في هذا الخصوص تحية لهم مجتمعين المواطنين والمواطنات في مدينة زانيجي لإدانتهم من الحاجة الحنة وحصن لمساهمتهم الشعبية في الصيانة ودي طبعا حاجة زول بكبيرة على المجتمع المحلي هنا لانه فيها درس في التضامن فيها درس في التكافل فيها درس في العمليات السهينية وخلقت ملحمة اجتماعية كبيرة يعني من المجتمع اللي وصل هنا واشتغل خلال اليوم احنا عدنا المشهد في الصيانة لوضع الشفحة الطبيعي تطرد لنا الموضوعات بتاعت الأساسات وحن نجيب وفي الخرطوم أصدر النائب العام المكلف مبارك محمود أميس الخميس قرار بتشكيل لجنة للتغصي في أحداث مدينة زالينجي حاضرة ولاية وسط دارفور وقالت النيابة في تصريح إن النائب العام منح اللجنة سلطات النيابة العامة في التحري وإصدار أوامر القبض والإحالة إلى المحكمة ويترأس وكيل النيابة الدكتور سليمان عمدة هجانة وتقرر أن تصل اللجنة إلى زالينجي صباح اليوم الجمعة لمباشرة مهامة من جهته أمهلت إدارة جامعة زالينجي وصندوق رعاية الطلاب طلاب جامعة زالينجي 48 ساعة تنتهي اليوم الجمعة لإخلاء الداخلية بعد قرار تعليغ الدراسة إلى أجل غير مسمى على خلفية مقتل طالب وإصابة 17 آخرين في احتجاجات طلابية وقال طالب من جامعة زالينجي لراديو دابنجا إن عدد كبير من الطلاب انتشروا في سوق المدينة حاملين حقائبهم أول أمس الأربعاء يبحثون عن مأوى بعد قرار إخلاء الداخليات وأوضحوا إن القرار لم يراعي الطلاب القادمين من مناطق بعيدة وصعوبة عودتهم إلى مناطقهم في ظل ارتفاع تكاليف المواصلات وأشاروا إلى انتظام مخاطبات طلابية في الساحة الشعبية تنتقد قرار إخلاء الداخليات وتتهم حكومة الولاية بالتدخل في قرارات إدارة الجامعة والجهات المسؤولة عن الإسكان وأضاف أحد طلاب جامعة الزالينجي لراديو دابنجا في هذا الخصوص في قرار صلع الجامعة جفتلت لأجل غير مسمى وبعد ذلك ظلوا قرار أن الطلاب مفروض يخلوا الداخليات خلال 48 سنة هذا الحاصل حاليا في طلاب طلعوا في ناس سعالين أفشهم الجولين دي والمدن دي والمدينة فينا لسه شايف الطلاب أنهم مخاطبات تفعلين في الساحة الشعبية فهم مستنكرين الحاجة دي وبقولوا أن يا أخي السلوك العملون بودا أنه ما سلوك قليق بالطلبة وأصرنا هذا الحاصل لكنهم يعني بيسهل الوضع بتاعهم يعني ما أساوي كده يعني في طلبة حقي سعالين وفي الخرطوم أيضا نظمت لجان المقاومة موكبا من ميدان جاكسون إلى مقر مجلس الوزراء احتجاجا على مقتل طالب وإصابة آخرين في مظاهرات طلابية في زالينجي بولاية وسط دارفور وأدان المشاركون في الموكب إطلاق الرصاص على المتظاهرين ومقتل الطالب وإصابة آخرين وطالب الحكومة بالتحقيق الفوري في الأحداث وتقديم المتورطين للعدالة وضعف المشاركون في الموكب في هذا الخصوص وعلى المستوى الدولي أعرب رئيس بحثة اليوناميس عن قلقه الشديد إزاء مقتل طالب خلال مظاهرة في زالينجي واعتبره استخداما مفرطا ومبالغا للقوة من قبل قوات الأمن وأضاف يجب عدم استخدام الزخيرة الحية للسيطرة على الحشود وطالب بالتحقيق في الحادث باعتباره أمر ضروري وحتمي أدانت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين بغرب دارفور باعتضاء ضابط بردبة لواء في الجبهة الثالثة تمازج على وكيل نيابة داخل مباني النيابة بالجنينة مطلع الإسبوع الجاري على خلفية مطالبة الضابط بالإفراق عن أفراد محل اتهام في بلاغات متعلقة بأحداث كيريندينغ الأولى وذكرت اللجنة التسييرية في بيان إن لواء يدعى قجة اعتدى على وكيل النيابة مشهرا سلاحه في وجهه على مرأة الحاضرين بالنيابة وذلك بسبب رفض النيابة طلب الإفراق لعدم توفر الصفة القانونية لمقدم الطلب وانتغدت اللجنة الحكومة على تقصيره تجاه حسم هذه التفلتات وعدم التحرك بشكل جات وقوي لحسمها وحزرت من أن يؤدي الوطع الحالي لنتائج كارثية تتمثل في تعطيل عمل المؤسسات العدلية قتل مكهولون في الأبيض بولاية شمال كردفان ضابط إداري يدعى صلاح آدم هارون أمس الخميس وأفادت مصادر لراديو دابنقا إن مواطنين أعثروا على جسة ضابط إداري يدعى صلاح آدم هارون جنوب مدينة الأبيض وأوضحت أن القتيل يعمل في ولاية غرب كردفان وجاء إلى مدينة الأبيض بغرض زيارة أسرته التي تقطن بحيء الصالحين وفقد في ظروف غامضة يوم الثلاثة وأشارت إلى أن الجثة وجدت في منطقة اشتهرت باسم 130 جنوب الأبيض ولم يعرف بعد دوافع القتل مظم ناشطون أمس الخميس وقفة احتجاجية أمام مقر أمانة حكومة البحر الأحمر احتجاجا على هدم متفلتين منازل في حي المرغانية في وضح النهار وصد غياب للجهات الأمنية وسلم الناشطون مذكرة لممثل والي البحر الأحمر أشاروا فيها إلى فغدان المواطنين منازلهم بكامل محتويات مطالبين بوضع خطة وسقف الزمن لحصر الأضرار وتغييمة توطئة للتعويضات وجبر الضرر كما طالبوا السلطات الأمنية بملاحقة المجرمين وكشف هوياتهم وتكفيف بؤر الإجرام وشددت المذكرة على ضرورة تفعيل نيابة المعلوماتية ومراغبة النشاط الهدام في وسائل التواصل الاجتماعي وأضاف أحد المشاركين خلال تلاوة المذكرة ونوصي بالآتي حصر الأضرار ووضع خطة زمنية محددة للتعويضات الحجم خطاب القراهية بتفعيل القانون وملاحقة دعاة دعم المؤسسات المدنية من منظمات مجتمع مدني وحزاب سياسية ولجان خدمات تغيير والتعاون مع التحرك الفوري والآجل للبلاغات التي اترد للشرطة من مناطق النزاعات وتحريك البلاغات القديمة وخاصة بلاغات الغتل 130 زيادة المشاط المعلومات وكشف الجريمة قبل وقوع تنفيذ حملات مكسفة ومحاربة المخدرات ودك أوكار المرويين إطلاق صراح كافة المقبود عليهم الذين لم تسبف لهم تهم وإتاحة فرصة للتغادل عادل سجلت الولاية الشمالية حالتين وفاء في ضنقلة وحالتين إصابة بفيروس كورونا يوم أول أمس الأربعاء وقالت وزارة الصحة بالولاية في تقرير الوباء اليومي إن عدد الحالات النشطة بلغت 51 حالة 46 منها في المنازل وخمس حالات في مراكز العزل بضنقلة مع خلو مركز العزل بحلفة من أي حالات لليوم الرابع على التوالي من جامبو دعا حاكم إغليم دارفور مني أركم الناوي أمس الخميس عقب تلقيه للجرعة الثانية من لقاح أستيرزينيكا المواطنين للزهاب للمراكز الصحية المخصصة للتطعيم بلقاحات كورونا وأخذ الجرعات أعلنت وزارة الصحة في ولاية الشرق دارفور عن ارتفاع نسبة الإصابة بمرض البلهارسية والتي تصل إلى 40% وقال الدكتور بشير محمد إبراهيم مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية الشرق دارفور خلال لقائه دكتور يسرى محمد عثمان وكيل وزارة الصحة الاتحادية بمكتبة بالحرطوم إن جملة من التحديات تواجه العمل الصحي بالولاية متمثلة في ضرورة دعم قطاع الأوبئة ودعم أتيام مشتركة للوقوف على المشكلات الصحية بالإضافة إلى قلة المستشفيات بالولاية طالبت منظمة الشهداء ثورة سبتمبر للعام 2013 الحكومة بالعدالة والغصاص للشهداء ودعموا رعاية الأسر في التأمين الصحي والدراسة وقالت رئيس المنظمة رجاء موسى حميمة لراديو دبنجا إن المنظمة عقدت اجتماعا مع رئيس الوزراء مطالبة بمنح المنظمة مقرا وأوضحت أن رئيس الوزراء واعد بالاستجابة لمطالبة المنظمة وناشدت رجاء الشعب السوداني والحكومة والأحزاب للتعاون مع المنظمة لإحياء الزكرة التامنة لشهداء ثورة سبتمبر المزمع قيامة في يوم 25 من سبتمبر الجاري وأضافت رجاء موسى حميمة رئيس منظمة شهداء ثورة سبتمبر للعام 2013 في هذا الخصوص وبالأمس قمنا بزيارة السيد رئيس مجلسة الوزراء وطرحنا له الإشكالات التي تواجهنا من أهم العدالة والغصاص الشهداء ودعم ورعاية الأسر من ناحية التأمين الصحي والدراسة ومنحنا دار للمنظمة الحمد لله وعدنا يعني خير السيد رئيس مجلسة الوزراء وعد إن شاء الله بتنفيذ كل هذه أفضل وبالنسبة ستمبر طبعا الزكرة على الأبواب 25 ستمبر ومن هنا أنا بناشد الشعب السوداني والحكومة والأحزاب السياسية لأنه تقف معنا بإحياء هذه الزكرة كشفت شبكة الصيحة النسوية عن تعرض فنانة سودانية للاحتداء الجسدي والتحرش الجنسي من قبل 13 فرد من الشرطة يدبعون لأمن المجتمع بقسم شرطة شرق النيل وأوضحت الشبكة إن الفنانة فاطمة إبراهيم حسن المعروفة بمروة دولية تعرضت لاحتداءات في أغسطس الماضي بمعية 8 نساء أخريات و21 رجل وقالت الشبكة إن الموقوفين خضعوا لمحاكمة إيجازية وحرموا جميعا من حقهم في الحصول على العون القانوني كما تم تغريم كل المحتجزين مبلغ مالي قدره 30 ألف جنيه سوداني للفرد ما يعادل 68 دولار أمريكي واتهمت الحكومة الانتغالية السودانية بالافتغار إلى الإرادة السياسية والرؤية فيما يخص قضايا النساء هذه الأخبار تريد إلى حضراتكم من راديو دابنغا طالبت مبادرة لا لقهر النساء وضع قانون مدني للأسرة مع ضمان الحق الكامل في الخيار الفردي المبني على الدين وكريم المعتقد بما لا يتعارض مع الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان الأساسية وناغشت مبادرة لا لقهر النساء في ورشة حول قانون الأسرة بالخرطوم في نهاية أغسطس الماضي التعديلات المخترحة على قانون الأحوال الشخصية للمسلمين للعام 1991 وقوانين غير المسلمين كما ناغشت العنف الذي يتعرض له النساء والأطفال استنادا على قانون الأحوال الشخصية للمسلمين للعام 1991 كما تباحث الحضور حول إضافة مادة للقانون توضح كيفية تقسيم ممتلكات منزل الأزواج بين الزوجين بعد الانفصال بعدالة ومساواة ووطع الأطفال المولودين نتيجة الحمل خارج إطار الزوجية وحقوقهم أكدت وزارة العدل أن لا نص في القانون أو مانع فقهي يشترط ضمانة الرجال وعدم قبول ضمانة المرأة وقال المستشار العام للتشريع بوزارة العدل محمد عثمان محمود الرحيمة ردا على خطاب من الناشطة الحقوقية خديجة الدويحي إن قانون الإجراءات الجنائية اشترط كفاءة الضامن وأوضح أن النص يشمل الرجل والمرأة وأن الكلمات في القوانين بصيغة المذكر تشمل المؤنث مؤكد أن لا مانع قانوني من قبول ضمانة المرأة موضح أن شروط الضمانة تقتصر على أن يكون كامل الأهلية وأن يكون أهل للتبرع لأن الكفالة من عقود التبرعات وأن يكون الضمان برضى الضامن أكدت اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان ضرورة التزام أطراف عملية السلام بتمثيل المرأة في كافة اللجان والآليات الخاصة باتفاق السلام بنسبة الأربعين في المية الواردة في الوثيغة الدستورية وقال الدكتور سليمان الدبيلو رئيس مفوضية السلام في تصريح عقب اجتماع اللجنة برئاسة عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي بحضور رئيس مجلس الوزراء قال إن الاجتماع ناغش أحداث مجمع رهف السكني وأثنى على جهود وزارة الداخلية في تعزيز الأمن والاستغرار بالبلاد أعلنت الحكومة بمنطغة أولو في النيل الأزرق تمثل المرحلة الأولى وستتولى المراحل عبر لجان الترتيبات الأمنية حتى تكتمل بالصورة المطلوبة وطالب مالك عقار رئيس الحركة الشعبية شمال خلال التتشين بحضور وزير الدفاع وحاكم إغليم النيل الأزرق إن الترتيبات الأمنية تأخرت لأسباب موضوعية إلى ذلك أكد وزير الدفاع الفريق الركن ياسين إبراهيم ياسين التزام الحكومة بتنفيذ بنوط الترتيبات الأمنية وفق نصوص اتفاق جوبة لسلام السودان وأن حكومة الفترة الانتغالية وضعت السلام في مقدمة أولوياتها أعلنت إدارة التعليم الابتدائي في محلية السرف عمرة بولاية شمال دارفور أميس الخميس نتيجة امتحانات شهادة المرحلة الابتدائية بالمحلية حيث بلغت نسبة النجاح 42.8% وقال سليمان الصافي سبيل مدير تعليم الابتدائية بمحلية السرف عمرة في مؤتمر صحفي إن عدد الجالسين بلغ 1557 تلميز وتلميزة وحازت مدرسة الخنساء الحكومية بنات على المرتبة الأولى بنسبة نجاح 92.1% ونسبة تحصيل 66.8% بينما فاز التلميز إبراهيم عبدالنور بكر رشيد بالترتيب الأول على مستوى المحلية من مدرسة أبو غير الابتدائية بنين بوحدة بركة سايرة الإدارية بمجموع 226 والتانية فاطمة حسن عبدالرحيم من مدرسة الخنساء بنات بمجموع 225 الخبر الأخير في النشرة أعلنت وزارة التربية والتوجيه بولاية جنوب كردفان نتيجة شهادة الأساس بالولاية بنسبة نجاح بلغت 58% أمس الخميس وأحرزت محلية الرشاط المركز الأول بين المحليات فيما جاءت التلميزة وماما حسم محمد عيب الدور في المركز الأول بمجموع 271 درجة من مدرسة الشيماء الأساسية الدلنج وعزى مدير عام وزارة التربية والتوجيه أبو القاسم حسين في حديثه لمصادر إعلامية عزى تدني النتيجة بسبب الظروف التي تمر بها الولاية مشير إلى أن العملية التعليمية مرت بظروف صعبة أدت إلى تعقيدات متكررة في العام الدراسي وشكر حسين المنظمات الإنسانية والجهات التي ساندت الوزارة في العملية التعليمية انتهت نشرة الأخبار قدمتها لكم من راديو دبنغا حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج ترجمة نانسي قنقر